السلام عليكم ورحمة الله اللي هو الانفلاميشن طبعا مثل مواضح يومكم نبدأ بالانفلاميشن اول شي ناخذ مثل كل موضوع ناخذ عنا فشون يقصد الانفلاميشن يعني عندي فد تشو معين فد تشو معين الانسجة الوعائية تتغذب البلاد بالنيوترشن فشنو حيجيها فد هرمفل ايجنت شي سوى هذا الهرمفل ايجنت يدخل للفد تشو شنو يسبب لي يسبب لي انفلاميشن يعني سبب لي في السلسلة من التغيرات يصار عندي الانفلاميشن فالانفلاميشن هو يعتبر رسبونس هسا مثلا عندي هذا التشو يجع عليه هرمفل ايجنت سوى سلسلة من التغيرات وهذا التشو قطر رسبونس يعني انطفت استجابة للهرمفل ايجنت وهالي الاستجابة كانت على شكل كانت على شكل التهاب زين الالتهاب شلون يكون مثلا عندي راحة يصار عندي بين هاي نعرفه شي اساسي مثلا عندي تزيد التمبرتر يصار رادنس بالمنطقة بعد يصار عندي ممكن Will you explain to anyone زين しبا عندي الفلاميشن is intend to localize and eliminate the causative agent to limit tissue injury and to restore tissue to normality or close to normality الآنفلاميشن شي سوى يهدف هلا الهدف مالت وليس صار نفلاميشن صار انفلميشن ليصار هو الانفلميشن مو هما ريسبونز للهيرنفل ايجنس يعني هو استجابة الى حتى يدافع عن الجسم يعني ايجت الدخلات واشتغلت ضد الغيرنفل ايجنس وصوت لانفلميشن حتى يجي الجسم يتخلص من هذا الاجنس من هذا الباثورجين فالهدف مالتا حتى يقضي ويحلد من انتشار العامل المسبب ايه لما التشو انجر يعني حتى ما يستمر هذا التشو مالتي انه ينتشر بي ينتشر بي لا يخليه محصور بفاد منطقة واحدة منطقة معينة ويسوي للرسبونز اللي هو انفلميشن ايه وبعدانا شي سوي يعيد التشو للنورمالتي للنورمالستيت او كلوس تو نورمالتي اما يرجع التشو للحالة الطبيعية مالتا اوفا شي قريب من الحالة الطبيعية زي عندي من يجي فاد هارمفل ايجنت باثوجين انتجين نفس الشي يجي للتشو شنو الخطوات اللي راح تصير اول شي بلاد فلو نسأل نفسنا ونخلي بباني ليش يزيد البلاد فلو للاريا أوف انفلميشن ليش هسا بعدين نعرف هستاميني سكوز كابلاري ستوليك ريليزن غوغوسايد عن دي كابلاري انتجين الواند ارتفاع نسبة الهستامين حتسبب لي هستاميني سكوز كابلاري ستوليك عندي بالحالة الطبيعية الكابلاري تكون رجدتي رجدتي الى شنو تتحول تتحول الى ليك يعني عشان انو تكون صلدة فتتحول الى شنو ذات نفاذية هايا قابلة للترشيح ذات نفاذية ذات نفاذية هاي من هي هاي الكابلاري أوكي الهستاميني الهستاميني راح يسبب لي انو الكابلاري تتحول من الريجدتي الى الليكيم اوكي راح يسبب وايضا عندي عندي يسبب الزاقوسايت and كلوتينج فاكتور into the واند يصير ايضا انطلاق الزاقوسايت اكسيال والكلوتينج فاكتور وهس نعرف ليش اللي اللي تطلع للواند بعد عندي الزاقوسايت اكسيال انقلب بكتيريا وديتيال سيلولار دبرايز ماشي الباكوسايت عمله شن راح تسوي راح تسوي انقلب المن راح تسوي انقلب منت بكتيريا دي سيل سيلولار دبرايز ماشي واعتقد راح تبس ما عرف وين هاي عملية الفاكوسايت او ها بالاميونيتي المهل اللي ما شافين المحامرة ايش راح يصير هذا راح يصير اما انفاجينيشن بالنسبة لعملية الفاكوسايت راح يصير اما انفاجينيشن وهي الفصاد المترب حتدخله بهذا الشكل او عندي راح تكون سيدو بوديا لا موهيش سيدو بوديا تحيط بيهم المهم تقريبا بهذا الشكل وهي راح تدخل المادة وبعدين شنو راح تتكون هان انقلب منت اول شي ملاصقة وبعدين راح تنفصل تنفصل عنها تدخل الها داخل الخلية وعندي لايسوسوم الانزايم شتسوي بيها حتهضم وبعدين راح تخرج المواد الاخراجية اوكي هذا عمله عمل الفاكوسايت وغسز اظن واضحة فش راح تسوي الفاكوسايت تقوم عملية الفاكوسايت وستز شو راح تسوي راح يصير بيها انفاجين ايش عام تسوي انقوف منت هاي المن للبكتيريا للديت سيل لانه هس عرفناها انه لمن يجيها اشارة للفاكوسايت اكتال هذا الانتجين اور باثوجين اما يكون سيلف مثل عندي دات سيلف فالتشوب الجسم صير بين نكروسز حيعامل الجسم معاملة الباثوجين والبكتيريا فهو نسيلف من خارج الجسم راح اصير الى هاي العملية بعد اندي البلاتيليت حتتحرك من الكابلار بما انه اكثر شفاية بالتشوز فحتطلع من الكابلار وين تروح للوين داريا لانه البلاتيليت الى عملية او سوري الى يعني ندور بعمليات لكواجوليشن زين الكوسز كوسز of inflammation are apparently causes to disease such as اسباب الالتهابات يمكن ان تكون اسباب الامراض يعني شنو يعني مثل بالبداية شنو نقول انه الصغير يؤدي الى الكبير بالبداية شنو يكون عندي مجرد inflammation هذا inflammation ممكن يؤدي الى disease فالاسباب اللي تسببلي inflammation ممكن هي نفسة تؤدي لي وتصير disease اول شي عندي physical agent mechanical injuries alteration to an alteration in temperature under pressure radiation injuries هاي واضحة physical agent الكيميكال انه شخص يتعرض ل toxic material including the drug toxic material biological agents مثل عندي infection يتعرض من اسم biological مثل تعرض ل bacteria viruses fungi borosite so on immunologic disorder يعني هو شخص تصير عند اصطرابات بالمناعة ما الته بالجهاز المناعي ما الته شون صار عند diseases مثلا hyper sensitivity reaction auto immunity شخص عند اصطراب مناعة ذاتية وبعد شنو عندي immunodeficiency state hyper sensitivity reaction حنا شنو يعني شنو انه تزداد الحساسية بسبب مثلا اشخاص عندهم حساسية من فود معين من دراق معين فتصير فتصير عندهم حساسية لما ياخذون هذا الادراج واصطر عندهم hyper sensitivity لان حسر تداخلات عندي اوثام ينته هنعرف المناعة الذاتية اشخاص اصطر عدهم شنو نقصا بالمناعة ال genetic metabolic disorder يعني اصطرابات وراثية مثلا عند القوضة الملايطاس ماشي تشون نكروسيز مثل عندي الفاركشن مثال عليها الام اي وهنعرف زمن يصيب نكروسيز بعضلة الهارت مكونات الانفلاميشن ها جدا مهمة مكونات الانفلاميشن بلازمة فلودو بروتين بلازمة تحتوى على بروتين فهذا رح يترشح ويتجمع وين بالانترستيشيال سبيسيز بلازمة الانفلاميشن ارتفاع نيوتروفيل عن الحد الطبيعي راح يشيرلي الى فتش معين المونوسايت الازنو اللونفو البازوفيل اوكي فكل واحدة لما ترتفع عن الحد الطبيعي مالتا هتشيرلي الى انفلاميشن ليش اذا اريد اربط انه شلون تتجمع الليكوسايت تجمع او انه هي جزء من الانفلاميشن يعني راح تتجمع من البلات ستريم وين بمكان الانفلاميشن او انه هي على الاحرى تزيد من يصير عندي انفلاميشن تزيد مثلا ناسا عندي النيوتروفيل والإزنوفيل هاش بيها تعتبر فرماكولوديكالي يعني تعتبر دوائية عندي البازوفيل اوشنو تعتبر تزداد بالحساسية ماشي ليش لانه تحتوي على الهستامين اي فبما انه هي تزيد بالانفلاميشن فزيادة مالتا يعني هي جزء من الانفلاميشن من المكانات مالتا فزيادة مالتا يعني دخليني اعرف انه اكو انفلاميشن الكنكتوف تشو سيال مثل عند الماس شال الفيبرو بلاست الماكروفيد عند النوفول سايت تمام الاكسرا سيولار الماس ركنسسوف ستركتورالو بروتين مثل عند كولاجين اللاستين اديزو في غلايكو بروتين مثل عند الفيبرو ناكتين الليمينين والبراتيو غلايكان زين يعني التسمية مالتا حيث انتهي عن نهاية مالتا الاسم هاي نهاية ما كبدأ نهاية هاي نهاية ايتز مثل عند الانفلاميشن مثل عندي مالانجايتز اه اباندايتكس اه مثلا شنو عند تونساوايتز هاي انفلاميشن هاي قاعدة واحنا نعرف الكو قاعدة اكو شواض لذلك مو كل انواع الالتهابات حتنتهي بالايتز عندي مثلا انفلاميشن اولي لانج التهاب الغئم شنو حسميه حسميه نيمونية هذا وعند التايفويد فيبر حمان التايفويد ماشي هاي شواض لكلاسي فيكيشن اقسمه الى ثنين اك 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 او البداية اك اك او بعدين اك رانك زين هذا التقسيم مالتي استنادا علشان واستنادا على الديوريشن اوف ليجن والهيستولوج اك افيراز تايب اوف انفلاميشن اكيوت انفلاميشن اكيوت انفلاميشن اكيوت انفلاميشن اول شي نتعرف على الاكيوت انفلاميشن sudden onset بالنسبة الى مالتا حيكون sudden حيجيني من البداية يعني البداية مالتا من البداية حيكون sudden يعني شون يكون بصورة مفاجئة اه راح يكون اه سفير اوكي short duration حيستمر فترة قصره characterized by exudation of fluid and plasma protein شنو يصير عندي exudation of fluid and plasma protein اني حاجة الجنمة the emigration of leucocyte bredominantly neutrophil يصير emigration of leucosite وخصوصا على وجه الخصوص neutrophil اوكي زين هذا بنسبة الى الكيوت هسا نرجع بعدين بالتفصل ناخذهم انسا مقارنة بينهم chronic inflammation شن اقصد بالكرونيك هذي الكرونيك رح يكون على long term اول بدا يكون slow progress هو فد عملية تكون slow بطيئة and you connect it to show formation حيتكمون في تشوف جديد associated histologically with the presence of lymphocyte microfage plasmus هيا اقدر افرق من خلال الليكوسايت بين الاكيوت والأكيوت والأكيوت كان عندي نوترافيل بينما هذا associated histologically with presence of عندي المفوسايت عندي ميكروفج عندي بلازمستيال رزالته جاء زين هو من اداني الاكيوت اما انه استمرارية للأكيوت والأكيوت مو يكون short duration وهذا long duration اما يعني خلاص فترة الأكيوت يعني تقريبا نتعدى 6 اشهر هذا بعض او 3 او 3 الى 6 هذا بعض الحالات الأكيوت لمن ينتهي هذا حيبديل الكرونيك ماشي فيكون استمرار الى continuous of acute inflammation تمام يجبلي causes permanent to show damage شنو يسوي يجبلي causes permanent to show damage وبعد عندي شنو عند الاصاب اكيوت اللي هو sorry inflammation اللي هو intermediate between acute and chronic inflammation يعني هذا ببداية اكيوت حيجيني هاد يالله يجيني الكرونيك اوكي كرونيك ماشي هذا الانترميديايت هو منه sub acute inflammation ثان بعد عندي اللي جرانيولو ميتس انفلميشن اللي جرانيولو ميتس انفلميشن specific form of chronic inflammation هو النوع خاص من اللي جرانيك انفلميشن شلون mass of granulation tissue يعني كتلة من الانفلميشن typically produce and response to infection inflammation مو عند صار infection or inflammation فالتشو او يعني هو الجسم مكان الانفلميشن شي سوي هيظهر لي response هيظهر لي استجابة فنتيجة هاي الاستجابة رح يصير تكويل للgranulation tissue او الانفلميشن حتى تتراكم يصريها accumulation or regradation فهذا نسمي granulomatous inflammation زين بالنسبة للدفتر اه transdate يعني معناه discharge بالمعنى الثاني الي شنو accumulated fluid رح يصير هو فد تراكم للفلود او فد زائل متراكم non inflammatory adema fluid ننتبه عليه يكون non inflammatory characterized by adema in heart failure low protein content low specific gravity low specific gravity اللي هو يكون اقل من 1020 low cellular content اوكي فهذا عندي الـ transdate والإكزو date والباص كل واحد والخواص مالتهم الـ transdate يعني الدششارج هو accumulated fluid هو فد فلود متراكم اهم صفة بي ان يكون non inflammatory non inflammatory odema fluid ما شيء non inflammatory odema fluid odema in heart failure لمن يصر عندي heart failure مو حصر ب odema يعني حصر ب enlargement هذا inflammation لا مو inflammation صار عندي heart failure وصارت ب odema زين بعد المواصف هذا مثال عليه هذا مثال for example يعني بينما اللغة low protein content هذا المواصفات مالتها ان يكون محتوى البروتيني قليل loss بسفق gravity هذا فد مقياس سنقيصها للفلود يكون loss بسفق gravity ماشي وبعد loss cellular content ما بمحتويات الخلية exodate اللي هو الافراز او execreation نفس الشي همانا accumulated flowed characterized by teen inflammation اذا ما نشوف l-inflammation l-transdate l-exodate لا نشوف l-exodate ليش نشوف l-exodate ما نشوف l-transdate l-transdate شنو يعتبر non-inflammatory بنما l-exodate يعتبر inflammatory fluid فهذا seen in inflammation high protein content and specific gravity اكبر من الف وعشرين وعندي high cellular content بالنسبة بالنسبة للباست هو collection of lecophid material consist of neutrophil necros necrotic deprise with high protein content وشنو عندي ها specific gravity اكبر من 1200 اقدر ها هي تمتوي لمقارنة بين عندي l-exodate اللي هو اهم سنين اقدر اقارن بينهم l-exodate والترانزوديت هذا inflammatory هذا non-inflammatory fluid مثال على هذا عندي heart failure هذا اشوفه بال inflammation نجي نشوفه cause السبب مالتي l-exodate acute inflammation هذا non-inflammatory disorder مثل شنو عندي مثل heart failure l-appearance الشكل مالتي هذا رح يكون l-exodate اللي هو apple inflammation colored ملون اللي هو هذا لونه اصفر trapped و عندي يكون hemorrhagic بينما هذا يكون clear هذا شكله clear وعندي translucent or pale pale yellow يعني شي كلونه يكون لونه شاحب ما بيلون ما شي وبعد specific gravity هذا بالنسبة لل exodate رح تكون gravity ما تعالي اكبر من 2020 هذا قليل اقل من 2020 هذا هذا less عندي لسبنت نوع cog لابل اتي هذا هذا نوع عندي البروتين content هذا لا البروتين لا هذا هاي هاي exodate 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 ابل inflammation هذا high protein content هذا low protein content اوكي لا هنا عندي cells exodate شنو عنده high cellular material abundant عندي WBC RBC cell the price usually present هذا only few mesothial cell low البكتيريا هذا present وهذا absent ليش هذا موجود بي لأنه يعتبر inflammatory fluid ليش هذا ما بي لأنه يعتبر inflammatory fluid فهذا جدا مهم اخوان هذا الجدول المقارنة ناسي عند الابس لوكلايز كوليكشن أو باس كوز باي سبريت وينفراميشن لوكلايز كوليكشن أو باس وهذا عندي باس هذا اللي هو يكون بي محتوية البروتين عالية عندي ببعض ليكوزايد لأنواع نوترافيل نكروتك نكروتك ربرايز عالية أيضا وكليكشن يدعون فيكو فيد ماتيريال إذن هذا تجمعات من الباس لما نجمع الباس حيثوي الأبسس سانترال ماتيريال ماشي بالنسبة للأبسس عراق مشون الأبسس هو تجمع من الباس ونرجع الباس مشون يتكون حيث محتوى البروتيني عالي يحتوي يحتوي نتروفيل على نكروتك دوبرايز وبعد يحتوي على شي اسم اللي كوفيد متيريال كليكشن فحي يتجمع ويطين آنصص ويكون الكالر مالتا أسيدو فيك بنكشين كالر زين آخر واحد اللي هو الألصر من عندي الألصر هنا القرحة ألصر لاز ان كوانت لاز ان كوانت تي أو لان ابيثيلي الفي فار ايضا لكال دفاك اوف اكس اكس كافيشن اوف سير فس او دا سين عندي كوانت كونتينيوتي اوف لان كبثي يصير بيها يصير بيها اكس كافيشن يعني شنو حفار ما شايفين انو هذا فاتشخص عنده آلصر بالمعدة ف يعني شون انو اول بداية يبدي كالتهاب الالتهاب بسيط يعني يبدي يتدرج مراحل الالتهاب بعدين شون يصير عنده آلصر يعني نعرف نعرف آلصر وين اكثر شي هذا شخص عنده آلصر بالمدفع هذا اكثر مثال شائع بعد عندي بالرسباير تري بسيط الغذائشن ، فلوض أو فانكشن بيك. تذكرنا قبل شوية لما بكرنا انه حيصر زيادة انكريز بلاد فلو للمنطقة معالة الانفلميشن نرجع لها حتى تبقى بباركم. هذا انكريز بلاد فلوو تزا اريا. ليش انكريز بلاد فلو تزا اريا. هسا الردنس من جاييني. الورم او الهيت من جاييني. كله من البلاد فلو. الريدنس من هو اللون مالة البلاد. وبما ان التمبرتر عالية مالة البلاد فحيص زيادة. زين. اكيوتي انفلميشن. الاحداث اللي راح اتصاحب الاكيوتي انفلميشن. اكيوتي انفلميشن is categorized into an early vascular hyperemia. ادما انلي سيلا رسبونس اللي هو neutrophilic infiltration. كل كل stage او كل phase يعني كل طور راح يكون يقسم الى early. يعني بداية مثلا هذا عندي stage. اوكي هذا عندي stage. ها اقسمه بالنص. هذا راح يكون early. وهذا شنو راح يكون? راح يكون late. فمخالبا انه كل phase or stage عندي بمرحلة بداية اولى early. وعندي later. شنو راح يصير بالنهاية? فالكيوت راح يصير عندي vascular hyperemia or edema. وبالنهاية راح يصير عندي cellular responses. ها كلها نتعرف عليها بعد شوية. neutrophilic infiltration. زين? بالبداية اللي هي early. مو عندي vascular response اللي هي ممكن يكون عندي هايبريمية ادما. فvascular response chemical mediators mediate the vascular event of acute inflammation which has the following steps. ها راح يصير. اول شيء immediate. transcend vasoconstruction. شنو? construction. يعني contraction. اه شنو يعني انقباض او تضيق. اوكي? تضيق فوري. اتل سكنز. يكون خلال ثواني. due to neurogenic or chemical stimuli. هاذا يعني انه من راح يصير vasoconstriction. اه خلال ثواني. استجابه الى شنو? استجابه الى محفزات كيميائية or neurogenic. عصبية. ماشي? برزيستنز vasodilation of arterial and venial. بعد شنو راح يصير عندي vasodilation. ببداية شنو? construction. هاني راح يصير vasodilation يعني راح يصير توسع. المن لل venues والarterial resulting in increased in blood flow. هو مو عندي شبكة. اه راح ارسم الارتريول باللون الاحمر. بعدين راح تجي عندي شبكة من الكاب الاريز. راح ارسمه باللون الاحمر واللون الازراج. لانو هي مو حتكون يعني مختلط من او انو متقطع تعبور بين الارتريولز قبل الارتريولز والفينيولز. وهذا فينيول تمام فهذا شنو صار عندي بالنسبة لهناية شنو صار بيها وهذا يكون خلال ثواني الارتريولز والفينيولز شنو راح يصار بيها راح يصار بيها توسع هسه هذا كان هذا كان يعني بالحالة طبي بي بلاد بلاد دا يمشي بي اذا توسع صار هيج منا هذا كان ضيق توسع صار هيج هذا القطر مالتا شنو نتوقع نتوقع انه البلاد في لابي حيزيد ماشي اي فهسه ريزولتنج ان انكريز بلاد فلو شوف هسه هاي ببداية شون صار بيها فازو دايلتيشن حيزيد البلاد فلو اوكي انكريز فاسكولار برمابلاتي شنو تسوي مو يزيد يزيد يعصر بيها دايلتيشن يزيد التوسع حيزيد الفرمابلاتي يعني زيد النفاذية وهس نعرف انه تزيد النفاذية يعني حتسمح انه من خلال مو مثلا هذا هذا عند الفيزول موجود به فلو وبلاد وكل شي بي زيد النفاذية البرمابلاتي يعني حتسمح للفلود من الداخل يطلع الى بر او بالعاكس من بر يدخل الى الداخل يعني من الزيد البرمابلاتي مالتا حتقلل لبلاد فلو استاس that is most remarkably seen in the post capillary venule post هايا يعني arterial capillary venule post capillary venule هنا عندي بروتين روش فلود او 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 اكسرا اكسرا باسكول ارتشو اللي هو الاكزودات يعني الاكزودات اللي يكون خرج الخلايا the presence of اكزودات clinically appears as swelling شون يصير ال يعني ببدا موجود الفلود موجود within the capillary or within the visal موجود به زادت البرمابلاتي حتسمح للفلود هاي الكابلة هاي الكابلة هاي تسمح للفلود وانو يطلع من الداخل يطلع الى براء الى الخارج وانو يتخزن هذا الفلود او يتراكم بالانترا سيليلر سبيس بالسبيس اللي موجودة بين الخلايا فشي صار عندي صار عند انتفاخ والانجور قديمة اهذا مثال سوري الفقر اني واضح حسنتو شو تساوون بس سمحوني هاي حقرها على سريع او حاش رح هنا وهي كاتبته ما فيه الاولى forces that cause outward movements of fluid from microcirculation or intravascular hydrostatic pressure ثانية force that cause inward movements of interstitial fluid into circulation caused by proteins or intravascular colloid osmotic pressure عندي يتم حفظ الضغط سواء الخارج وداخل الخلايا من خلال خرج داخل الخلايا من خلال هاي عندي two forces مثلا مو هذا عندي cabillary or blood visual هذا blood visual ماشي بي شنو بي fluid لا هلنشوي بهذا بي fluid اوكي فعندي موجود خارج الخلايا هذا الاكسترا وهذا الانترا خارج الخلايا اكو عندي ضغط وداخل الخلايا اكو عندي ضغط وهذا الفلود صعر بالنص شلون اقدر احافظ على الضغط داخل وخارج الخلايا اكو واحد اسمي شنو اسمي starling هذا starling اكتشف لي بعض شي حتى من خلال ال احافظ او مو انا احافظ هي الخلايا تحافظلي على الضغط داخل وخارج الخلايا شلون اول واحدة force outward movement of fluid from micro circulation or intra vascular hydrostatic شو ها كتابت وما افتهم عليها يلا ها كتابت فعندي حركة السائل من داخل كابل or من داخل الفيزيال or من داخل الخلية من الداخل ننتبه من الداخل الى الخارج from micro circulation من الداخل الى الخارج هلي اكتب عمود من السائل من الداخل الى الخارج شنو اسمه Outward من الداخل الى الخارج شنو اسمي اسمي Hydrostatic pressure يعني لا خلك من هاي وبعدين نعرف اللي يعني وبعد عني هسه هذا شبيه ده يخرج من الداخل ده يخرج الى الخارج Inward movement of fluid to microcirculation or intravescular colloid osmotic pressure هذا من الخارج الى الداخل ده يدخل الفلويد الى داخل الى داخل الخلية الى داخل الى داخل الى داخل microcirculation شنو اسمي intravescular colloid osmotic pressure شنو اللي يعني ها مالت قبل شوية المهم عندي هذا بزر يحتوي على fluid راح يكون الدخول والخروج هذا دخول من الخارج الى الداخل شنو اسمي inward انوارد انوارد هذا انوارد اوكي اخي انوارد راح يدخل الى داخل الفيزول outوارد هذا الـ outوارد ده يطلع من الداخل وين يروح يروح الى الخارج ماشي فهذا اللي ده يدخل واللي ده يطلع شبيهم يعني متساوين او بينهم حالة balance بينهم حالة توازن هذا الانوارد هذا الانوارد اللي ده يدخل من الخارج الى الداخل شنو اسمي intra-vascular colloid osmotic pressure زين وهذا اللي من الداخل الخارج الـ outward اسمي hydrostatic pressure زين اجي اجي على هذا اللي هو من الداخل للخارج اللي اسميه hydrostatic pressure فيها زاد زاد خروج السائل من الداخل الى الخارج يعني outward على من راح يأثر راح يأثر على hydrostatic pressure ضغط الهيدروستاتيكي ماشي يزيد الضغط الهيدروستاتيكي فشي سوي حيزيد السائل يزيد السائل اللي برا يطلع هسه من انه يزيد يتأثر بغض النظر عن انه يزيد او يقل لما يتأثر هذا خروج السائل من الداخل الى الخارج الـ outward راح يأثر على hydrostatic pressure اوكي زين هذا اللي داي يدخل الانوارد اللي هو intra-vascular colloid osmotic pressure لما هم يتأثر يزيد او يقل على من راح يأثر على الانترو vascular colloid osmotic pressure فهمنا هاي انواع الـ pressures وانواع الحركات هاي الدخول والخروج هاي تحافظ على ضغط السائل خارج وداخل الخيايا وبحالة الـ inflammation خلينا اقرأ هاي مرسومة هنا هذا داي يطلع hydrostatic pressure هذا داي يطلع تمام وهذا داي يدخل اللي هو الانكوتك pressure أو سمي colloidosmotic pressure زين ان inflamed to show the endothelial lining of microvascular vasculature become more leaky consequently intravascular colloidosmotic pressure decreases results against outward flow of fluid and the protein into the interstitial compartment which is exudative inflammatory otomer نجي نشرحها بحالة الانفلاميشن شن راح يطير الانفلاميشن convert the endothelial lining microcirculation cabularies من الرجل دي جيتوليك وها سولفناها أكثر من مرة الحال طبيعة ما تتكون صالدة من يصر الانفلاميشن حتتحويل لك يعني زيد المالزا مالزا مالزا المالزا the intravascular colloid osmotic pressure هذا انه لدي يدخل من الخارج هذا شنو اسميه هنا intracellular colloid osmotic pressure اي colloid osmotic pressure شبي يتأثر هو هذا عندي من الخارج الى الداخل الكولايد osmotic pressure عندي لما نيقل لما نيقل الكولايد osmotic pressure الانترا vascular الكولايد osmotic pressure decrease شبي ايقل خلي بالك ان هذا الغض ايقل شراح يثوي يثوي increase بالoutward fluid and protein into the interstitial compartment which result ان ادي ما هان رجع نقرها هنا ان الكولايد ايقل ايقل ويسبب اكسيز اوت وارد افل 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 ويد ان بروتي خلي انش اخبط شوية اذا هذا البلاد فيزول وهذا بيش لويد هذا اللي يطلع براه هذا outward اللي هو ال hydrostatic pressure hydrostatic pressure hydrostatic pressure تمام وهذا اللي يدخل inward هذا شنو اسمي colloid osmotic pressure بالحالة الطبيعية out of the normal state الhydrostatic اللي هو من الداخل الى الخارج وال kolodosmotic اللي هو من الخارج الى الداخل يكونون بحالة balance زين هذا بال normal اوكي خليها بالك من يصير عند inflammation مو رح يصير الكاب الارز رح يصير بهالكي تقول ليك يعني حتزداد مور بيرما بلتي بيرما بيرما بلتي يعني حتزداد النفاذية مالت يعني شنو من تزداد النفاذية مالت يعني يصير الفلود يفوت ويطلع بكيف ليش لان زاد النفاذية مالت اوكي فعندي هسا الكولويد اوزموتيك برجر هذا اللي هسا دا يدخل انوارد الكولويد اوزموتيك برجر يقل كولويد اوزموتيك برجر شبي راح يقل ديكريز مني يقل معنى هو همصاير اللي ترى خلل بالهايدروستاتيك برجر ليش لانه بالحالة طبعا يكون بحالة بلانس ماشي فهذا هو يسبق تغيير بالهايدروستاتيك برجر فلذلك يأثر على الكولويد ويقل له هذا عندي مني يقل الكولويد ويقل يعني شنو مالة هذا اللي داخل شنو راح يصير عندي بالمقابل راح يصير عندي انو يزيد بالمقابل زيادة يصير عندي اكسيز الفلويد بالفلويد للطالع اكسيز يعني حيطلع الفلويد من نايا يطلع الفلويد من نايا هذا الفلويد يطلع وين ينخزن ينخزن بالانترا سيليولار سبيسز انترا سيليولار سبيسز نحن نخزن مسبب لأدم بهالبساطة وهي يعني هي هذا كل اللي ثالف هاي المكانزم هاي المكانزم هاي زين انخريز بسكولار بموتشان حانزيد انكويت انفلاميشان اندوثيال layer of مكرو بسكولار تبكام لكي دي اكزام بان ارمار ادفالان مكانزم اوش سرع عندي كونترا اف اندوثيال سيال حتى تقلص ذا اندوثيال سيال دي لاب بتوين ذا دو اتو بها كونتراكشن حيصر بها جاب يعني فراغات زين هذا كونتراكشن ريتراكشن يعني الاعادة يعني شنو اعادة التظيم اعادة التصميم of the سايت وسكيط حيصر اعادة التنظيم للخلي direct injury to endothelial cell direct injury to the endothelial cell necrosis يعني لما يصر الانجور مباشر على endothelial سيال رح يوقف بلا supply الى ويصير cell necrosis حتمت الخياء عن الداية حتظهر ل physical من يرجع البلاد حتخطفي لذلك اسم physical يعني من يرجع ل nutrition الى حتخطفي غير الجاب at the site of detailed endothelial cell it may occur following thermology ممكن يكون بسبب حرارة ممكن يكون بسبب radiation the endothelial injury mediated by leucocyde adherence of leucocyde to the endothelial endothelium on the site of inflammation may result in activation of leucocyde من يصر activation leucocyde يعني حتى تنشط اش راح يصير بيها release proteolytic enzyme من يصير الا activation حصير تفرز proteolytic enzyme وتفرز toxic oxygen species which may cause endothelial injury and increase vascular leucocyde ماشي هتوقف هنا لانه تعابد وهم حتى ما يصير الفيديو طويل thank you